عمرك قريت رواية تجبرك ان انت في اخرها تبقى عايز تقتل الضحية الصراحة انا حصلت لي فالرواية دي بعد كل فصل منها كنت بسمع جملة قاتل العزيز هل تراني اصطحق القتل والحقيقة في كل مرة كنت بقول اه اكتر من المرة اللي قابليها ووصلت في الاخر ان انا ممكن اعملها الف مرة تعالى النهاردة نتكلم على مرجعة رواية اعترافات جثة الجزء الاول والتاني يلا بينا انا طارق وانت بتشوف قناة كوكب الكتب على هذه القناة انا بقدم محتوى له علاقة بالقراءة لو عايز تشبع القراءة اللي جواك وتختار كتابك اللي جاي صح اشترك في القناة فعل زر الجرس اهلا بينا الرواية دي انا مقدرتش ارفع ايدي عنها غير لما خلصت جزئين وراء بعض الرواية دي انا معايا النسخة الورقية بتاعتها في ايدي والدنيا تمام بدأت في قرائتها هبا صفحة تانية هبا فاصل تاني مش قادر اسيبها دي لها نسخة صوتية على تطبيق اقراءة طيب انا مش مشترك في اقراءة لانا مشترك في تطبيق تاني ما انت عارف انا عايز اعرف ايه اللي هيحصل بعد كده فقمت مشترك لمدة شهر كده في السريع ومنزل الجزء الاول وجزء التاني على تليفوني وقمت واخده معايا وانا راح الشغل بقيت عامل كالقاتي وانا في البيت اقرأ ورقتي نزلت الكابت العربية وصلت الموبايل في الكاست وقمت مشغلها صوتي هنتكلم كده في منطقة في النقد على الفرجن الصوتي تحديدا لان في شوية كلام حلو قوي لكن في ملاحظتين مهمين عايز اقولهم لك دلوقتي الرواية دي مش جزئين الرواية دي رواية واحدة طويلة اسمها اعترافات جسة نزلت على جزئين في سنتين 2019 و 2020 ماينفعش تفصلها عن بعض لان الحب كم كملة بعض قوي الموضوع التاني ان الرواية دي في منها تلاتة فيرجن او تلاتة كوبي او تلات اشكال موجودين في السوق دلوقتي النسخة الحالية من دار الرسم بالكلمات والنسخة الصوتية على تطبيق اقرألي والنسخة القديمة من دار نشر تانية المحتوى هو هو ولكن فيه اختلافين مهمين هنتكلم عليهم في اللغولاف و في اللغة لكن ممكن نقول ان اعترافات جسة الجزء الاول اصدار معرض الكتاب 2019 عن دار الرسم بالكلمات عدد الصفحات 235 صفحة وسعرها 55 جنيه والجزء التاني للكاتب محمد حياه برضو في معرض الكتاب 2020 عن دار الرسم بالكلمات برضو وسعرها في المكتبات 60 جنيه وعدد الصفحات 310 صفحة ولكن تعالي الاول نتكلم علي الغلاف وده اول الاختلافات اللي حنشوفها ما بين الفرجنز اللي موجودة في السوق لهذه الرواية الرواية دي كانت حقوقها الاول موجودة مع دار النشر غير الدار النشر بتاعت الرسم بالكلمات وكان لها غلاف مختلف عندها الغلاف الاول الحقيقة ما كانش على قدر قوة الرواية ولكن الغلاف الحالي بتاع الروايتين هايل جدا 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 والغلافين جزء لا يتجزأ من حبكة الرواية وبيعبروا عن مشهد صريح موجود جوا العمل صحيح ايدن الغلافين بيميلوا شوية ناحية تصنيف الرواية كجزء من اجزاء قدب الرعب ولكن ده مش حقيقي لان الرواية مش تصنيفها كده زي ما هنتكلم في التصنيف تعالي بعد الوقت يقديك فكرة عن الرواية الجزء الاول بيبدأ لنا بمشهد مهم جدا فيديو متصور لايف من موقع الفيسبوك على صفحة مختصة بالالغاز شخص بيظهر في الفيديو ده مصاب بخمس طعنات والسكاكين رشقة في جسمه وهو بيطلع في الروح بيعترف باسماء اللي طعنوا هذه الطعنات وبيحط الغاز عشان توصل للناس اللي قتلوا او للدقة لدافع الناس دي قتلوا ليه وتفضل الاحداث تجري بينا لحد ما نعرف مصائر الجثة والمحقق والشخصيات المتهمة وتنتقل بعد كده للجزء التاني هل الجثة دي هتعترف على حد تاني ايه مصير المحقق ايه مصير صديقه ايه مصير الجثة ايه مصير المتهمين الخامسة او الستة اسئلة كتير جدا 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 كلها متجاوبة في الجزء التاني اكتر من الجزء الاولين وتعال نروح تلقتي للتصنيف هذه الرواية تسمع عن اجاسا كريستي هايل تبتعرف اجاسا كريستي دي بتكتب نوع اسمه ايه مصبوط اسمه ادب الجريمة لكن اجاسا كريستي متخصصة في طراز اسمه منفع لها من ادب الجريمة الرواية دي تصنف كجزء من منفع لها منفع لها ادب الجريمة السايكوبادي او السايكولوجي المخلوط بعلم النفس شديد التعقيد وبمناسبة اجاسا كريستي الكاتب ده لو فضل مستمر على نفس الخط بتاعه هيطلق عليه بدون اي مجاملة او تحيز اجافة كريستي المصري والكلام ده هيبقى فرسالة هوجهها لمحمد حياة في اخر الفيديو ده فكمل معايا للاخر وتعالى دلوقتي نتكلم شوية عن اللغة وتاني ما طبها نقع فيه عربية فصحة في السرق لكن الحوار هو نقطة الاختلاق فدار النشر الاولى عامل الحوار بالعربية الفصحة ودار النشر التانية عامل الحوار بالعامية ونسخة اقرألي حوار فيها بالعربية الفصحة اللغة في الحوار كانت خفيفة ولطيفة بدون اغراق في العامية يعني اي حد من اي دولة عربية هيقراها مش هيبقى عنده اي مشاكل خاص بالنسبة للغة في السرق في الجزء الاول اللغة كانت عادية مسطحة شوية ولكن الحق يقال النوع ده من الروايط مش محتاج الكلام ده فالتركيز اساسا على الحبكة وسرعة الاحداث والريتك لكن في الجزء التاني في مناطق محدودة وصغيرة بيبدأ يورينا ان هو ممكن يحط شبهات جميلة يبدأ يستعرض بشوية استعارات ويرسم جمل مختلفة واحنا واقفين بقى عند منطقة اللغة دي تعالى اكلمك شوية على النسخة بتاع التطبيق اقرألي سيبك من الجزء التاني خالص لان هو معمول زي اي تطبيق صوتي واحد صوته مقويس جدا بيحكي الرواية الجزء الاولاني بقى قصة تانية خالص لو انت من موادية التمانيات زي حالتي كده وتربط على مسلسلات الازاعة بتاعت زمان هتلاقي طلبك جدا في النسخة دي انت عندك الرجالة واحد بيقول صوتهم والستات واحدة بتقول صوتهم فعندك حوار ضير ما بين الاطراف في منتهى الجودة عندك موسيقى تصويرية ايما بشغل هايل جدا الحقيقة ماشية مع رتم الاحداث كويس قوي نعلة تعلم عانا نهدى تهدى معانا عندك sound effects او مؤثرات صوتية في غاية الجودة صوت ازاز بيكسر صوت طلقت ضدرب محطوط في مكانه صح جدا ومعمول باحترافية شديدة فانا استمتعت بالكتاب ده صوتيا كما لم استمتع من قبل تعال روح بقى للفكرة الفكرة هنا هي توظيف صريح لفكرة ادب الجريمة المخلوط بقلم النفس في فكرة جديدة تماما تتناسب مع العصر اللي احنا فيه في استخدام التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي وفي نفس الوقت بتثبت لنا ان الكاتب قارئ كويس اوي اوي في قلم النفس وادب الجريمة فهو دارس للشخصية كويس جدا وعمل لنا شخصية قوية جدا وهي عامر سمير المنظراوي وده ينقلنا للكلام على الشخصية الشخصيات هنا هنتكلم فيهم من خلال الجزئين عامر سمير المنظراوي وهو الضحية في الجزء الاول واللي كمل معانا في الجزء التاني برغم ان هو المفروض كان بيموت في اول الجزء الاولاني مش هنقول ازاي هو كمل معانا في الجزء التاني ولكن الحقيقة ان الشخصية دي هي محور الاحداث وتاج هذا العمل الحقيقي نجاح الشخصية اما تحبها قوي اما تكرهها قوي والشخصية دي انا اضمن لك ان انت هتكرهها تماما وهتخاف منها واتطلع لك بالليل في الضلمة وبرضو الكلام عليها ينقسم الى قسمين الشخصيات كلها كانت ضعيفة ومش محتاجين انها تبقى قوية ومش محتاجين انها تعاطف معها اصلا لان دي الوقت جريمة ولكن عشان الكاتب يهرب من فخ التكرار وما يخلناش نزهق من الشخصيات ونطلقبط فيهم عمل حاجة حلوة جدا عمل لكل شخصية من الشخصيات دي لازمة فعندك واحد عنده مشكلة في الغدد الدمعية وعن ايه بتدمع على طول عندك واحد بيحب عصير معين لازم ينشربه كل شوية ولكن ما كانش ليهم خلفها تاريخية والمحقق كان شخصيته دي ما عندوش بعد اجتماعي وبعد تاريخي يخليني متفاهم وليه متحمس قوي انه هو يحل هذه القضية في الجزء التاني برضو اخونا محمد حيابي يطقطق ظهره ويفرض عضلات صدره ويبدأ يستعرض امكانيات بناء شخصيات ذات خلفية تاريخية يا احنا في الجزء الاولاني عامر بنعرف خلفيته التاريخية عن طريق الدوافع التاريخية اللي حصلتنا بينهما بين المتهمين دول طفين طفلته وفين بعده التاريخي الكلام ده في الجزء التاني محمد حيابي بدأ يفرد للشخصية ويرسم فيها كويس قوي بقى ازاي بقت شديدة الزكاء وشديدة الانتقام والسعادية في نفس الوقت مش بس كده بقى شخصية المحقق اللي كملت معنا من الجزء الاولاني بدأ يعمل لها بعد تاريخي ويعمل لها بعد اجتماعي عشان نبدأ اتفاهم هو ليه متحمس قوي كده عشان يحل هذه الجريمة ومن هنا ننتقل لنقطة النقد او المناقشة عملنا حبكة ورواية متكملة عندنا شخصية وعندنا جريمة وعندنا حدث محواري وعندنا بطل وعندنا منافس عندنا كل اركان رواية متكملة وقفلناها قفلة في منتهى الدقة وستسفايت جدا انا مرضي جدا والقفلة كانت جميلة وزروة للأحداث ولحظة تنوير فل لحد اخر كام صفحة في الرواية قالك بقى بصركن الزروة اللي عجبتك دي على جنب وتعالا بقى نتكلم في الجزء الثاني احنا تعلقنا في حتة تعليق كليف هنجر في اخر الجزء الاولاني يا رجل انت عايزنا سنة سنة من 2019 لحد 2020 عشان نعرف الشخصي دي حصل لها ايه مقدرت سيقوم اقولش الحمام في الفرق ما بين الروايتين لان الرواية من اول صفحة الاخر صفحة هي محافظة على انتباهك طول الوقت ليه بقى لانه في ظهر الغلاف بيقولك يا قاتل العزيز هو فعلا الرجل بيحولك انت كمشاهد وكقارئ للعمل الى واحد من المشتركين في الجريمة دي لان انا اضمن لك وبصم بالعشرة انت هتخلص الرواية دي ولو انت معاهم هتشترك في الجريمة ليه بقى عشان محمد حياة لقب عجانب النفس بتاعك انت انه خلك تتفهم الدوافع اللي وصلتهم للمرحلة دي وبيكمل محمد حياة بقى في الجزء الثاني لقب على نفسيتك انت كقارئ انه بيوصلك سؤال فلسفي في غاية الصعوبة المريض بالسادية دي اللي بيأذي وبيقتل وبيحرق مريض نفسي يستحق العلاج ولا مجرم يستحق القتل الف مرة موضوع صعب وانا شخصيا صدقت في الامتحان فلو انا موجود انا هقتله انا انسان وانفعلت باللي حصل في الشخصيات دي الراجل عزبهم بمنتهت تفنن في التعذيب هل معنى الكلام اللي انا بقوله ده ان الرواية خالية من العيوب يعني الرواية التي لم تحدث من قبل الحقيقة ان فيها مشاكل زي ما قلنا هي الرواية واحدة واحدة رواية كبيرة خمسمائة صفحة نزلت على جزئين يعني في فترة زمانية ظهر في تطور اسلوب محمد حياة يعني انت لو قاريت الجزء الاولاني اللي هو واحده واستنيت الجزء التاني بعديها هتحس انها رواية عظيمة جدا وفاشقية مشاكل لكن لو عملت زي كده وقاريت كله ورا بعضه هتحس ان محمد حياة محمد حياة المحسن شخصيات زي ما قلنا مسطحة شوية في الجزء الاولاني ولكن ظهرت لنا الشخصيات قوية جدا في الجزء التاني طب احنا عندنا الامكانين احنا خليها قوية ما عملناش كده ليه من الجزء الاولاني اللغة مسطحة في الجزء الاولاني والنوع ده مش محتاج هذا الكلام لكنها قوية جدا في الجزء التاني ليه ما عملناش كده من الجزء الاولاني تستنتج من الكلام اللي أنا أقوله ده إن.. فعلا المشاكل اللي هي أجهتني كانت موجودة في الجزء الأولي الجزء الثاني كان أقرب إلى الكمال وأنتم feet in peace ونقدر بيكوا تعريف بسيط جدا إن الجزء الأولي هو التمهيد الفرش للأحداث اللي موجودة في الجزء الثاني والجزء الثاني هو الأجمل والأكمل من الجزء الثاني ولكن الاثنين welle آ stage one one نصل ل sł Strahd اللي أنا أريد أوصَّلها لمحمد حياتي وهي خلاصة هذه الرواية الرواية دي يا محمد من أحلى الروايات اللي أنا قارتها في 2020 والجنرى بتاعها نادر جدا كل الناس دلوقتي راح ناحية الرعب الصرف أنت بتلعب في منطقة مختلفة الرواية دي أنا ما قارتش حاجة شبهها من سنتين ثلاثة وما كانتش بهذه القوة كانش فيها هذا التركيز النفسي والجانب السيكولوجي العالي جدا أنت استعرضت في الجزء التاني وصلت للقارئ رسالة أن أنا أقدر أكتب في أنواع تانية بنفس الكفاءة والقوة لكن نصيحتي ليك استمر على هذا الخط فأنت متفرد فيه وما أعتقدش أن في حد دلوقتي هينفسك في هذا المجال ولكن ده رأيي زي ما احنا متفقين في الأول وفي الآخر رأيك أنت إيه بقى؟ هل قاريت اعترافات جزء قبل كده؟ والتقييمك ليها إيه؟ ما تقول لي في التعليقات نتكلم مع بعض المستفيد ذلك لأن أحسن التعليقات وترشيحات ومراجعات تطلع من مجتمعك أو كو الكتب يعني أنت ما ننسى تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتدعمني اللايك وتشير هذا الفيديو المحتوى بتاع الرواية حلو جدا ولازم يوصل لناس كتير ما أعتقدش أن حد شايفه دلوقتي الناس كلها بتتجه للرعب ولازم الكلام ده يشوفه نور أما بقى لو عاستش بقى قرأ لجاك وتختار كتابك اللي جاي صح فحيظهر قدامك على الشهر دلوقتي فيديو المشتريات اللي جات لي فيه هذه الهدية بتاعت الكتابين ومعهم كتب تانية جميلة جدا بتكلم عليهم بالتفصيل وروح أتفرج عليه أشوفك هناك سلام